يعني أنا كمدير فني إنما يبقى معايا جهازي ما هو دخل بالك برضو أنا بشوف إنه هو يعني حاجة مش طبيعية إن أنت كراجل مدير فني وأجنابي وجاي معاك مساعدين تلاتة بيشتغلوا معاك والاستف اللي أنت بتشتغل به في أي مكان بتروحه وتيجي فجأة في يوم وليه لتستغنى عنهم ده مش طبيعي أشوف إنه هو ضعف ضعف كبير جداً من أو تنازلات يعني مش عايز أقول برضو لفظ ممكن يبقى قاس شوية التنازلات اللي حصلت دي حصلت ليه وعشان إيه عشان شرط الجزائي ما نرى هو بص اللي واضح لنا كلنا إن ده الشرط الجزائي الموضوع يعني اتغير بالشكل ده والمساعدين مشوا ورجل فاضل ومكمل علشان موضوع الشرط الجزائي والمبلغ كبير جداً حلوة وده اللي حصل بالفعل لا وبعدين كمان يا مويب ده انت ماشي قسامة نبيه من الجهاز الفني وبتجيبه تاني دلوقتي يشتغل لا وبتجيبه من دور فني وبعد كده بتجيبه يشتغل معايا تاني طيب مدرب انت بقى لسه خارج من الملعب السنة اللي فات لعبت الزمالك يعني ايه وضعها بعد اللي حصل ده وقت مين تغيير الإدارات الفنية أكيد ده على المستوى الفني الدنيا هتبقى فيها لغبطة شوية مع انهم هم هم الموجودين هم هم الموجودين يعني فريرة هو ملحقناش ده هو موتش واحد بس برضو عاوز اوصل لنقطة ان هل اللي حصل ده هيبقى فيه ضرر للنادي الزمالك وللعيب الفترة الجاية ولا هيبقى الفترة دي هتبقى فترة موقعة لحد ما يتحل موضوع الشرط الجزائي ولا خلاص كانت مرحلة وراجل مكمل لحد اخر السنة فهو ده اللي اللعيب هيفكر فيه هيبقى مشتت موسيقى 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 شكرا